السلام عليكم يا فخامة الشعب الجزائري في كل أرجال معمورة أزول في اللون كأن واحد الأخ جزائري عبقري في الانترنت قال لي قبل ما تبدأ أي قبل ما تبدأ وأنا نحس روحي نطلب كي نعمل هذا العمل قال لي قبل ما تبدأ أي فيديو يجب أن تأكد على الأخوة أن البرتاج والكومنتر والجام يفيد كثير باش يفيد كثير ضد السينيال وضد الدباب الإلكتروني لذلك سنطلب منكم يا جماعة كومنتي وبرتاجي وديروا الجام وليس الفيديوهات نتاعي فقط بل لكل المناظرين مهما كان جماعة توجه انتحهم لا يوجد وقت الذي نشوفه فيه التوجه للإنسان قدما نشوفه هل هو عنده هل هو قاعد يخدم ضد العصابة أو لا بعد ذلك كنت هناو من هذه العصابة كل واحد يقيس هذا موش من إيديولوجتي هذا موش من ديانتي هذا موش من مبادئي ونفرزوها من بعد ذلك لما تعود عندنا دولة مستقلة فعلا الأمر أيضا اللي نبهني ليه هو أنه لما نحطه هاشتاغ لازم مدى بنا نحطه هاشتاغ واحد ونعتمدوا عليه يوم أو يومين أو ثلاثة ونطلعوه للترند ونطلعوه للترند لذلك اليوم في الأخير في الأخير تاع الفيديو هذي والفيديو هذي مهمة جدا وقدرة ما نقول لكمش الفيديو قادرة ربما الفكرة لو اتحدنا عليها قادرة تكون حقيقة مفصالية في الحراك انتعنا وفي مستقبل الحراك انتعنا يقول أحمد مطر اثنان في أوطاننا يخافون من يقضة النائم اللص والحاكم وتصوروا يا جماعة انه اليقضة اللي قاعدة تحصل حاليا في الجزائر هي يقضة القضاء الجزائري وتصوروا انه اللي كان نائم هو التنين فخامة شعب الجزائري اذا فخامة شعب الجزائري العظيم انا منه وروح نخاطب هذا الشعب الا بفخامة شعب الجزائري العظيم لانه ما تصلح عليها الا كلمة الفخامة اذا اخوتي عندي تقريبا عامين وانا الوم القضاء ونقول انه ما تركب الدولة على اوسط صحيحة لو ما يكون فيها قضاء مستقل والحمد لله صدقوني هذا الامر كنت متشائم فيه لا ابعد الحدود انه مستحيل نعيش ونشوف القضاء الجزائري مستقل ولما شفت القضاء والمحامين وسلك العدالة بصفة عامة خرج برها وبدأ يدخل الحراك وبدأت الشجاعة تخرج استبشرت صح خير يا جماعة وقلت يعني هذا هو الحل تعنا كان ناس تعيط تقول لازم يكون عندنا قيادة للحراك ولازم ناس تمثلنا ولازم ناس تتكلم في مكاننا ولازم ناس تتفاوض في مكاننا بالنسبة لي يا جماعة اذا عندنا القضاء فطن اذا قضاء شرافاء نساء ورجال فطنوا وحبوا ينحيوا الفساد من القضاء هم يعرفوا انه اللي حاكمين المناصب العليا في القضاء هم فاسدين وانا ما نشرح نسميهم او كذا لكن اذا اعتمدنا عليهم انهم راحين يوصلوا القضاء الى كلمة من القضاء يمشيوا الى كلمة العدالة فاحنا راح نعتمدوا عليهم باش يكون الشجاعة انتحهم انهم يخرجوا الفساد اذا النظرة نتاع يا جماعة انه في الوقت الحالي خاصة هذا الاسبوع نسميها اسبوع القضاء اسبوع القضاء يعني ثلاثاء القضاء اربعاء القضاء خميس القضاء جمعة القضاء سبت القضاء وحنا في الغربة احد القضاء الاصلا جمعه اننا نلتفوا كشعب كفخامة الشعب نلتفوا وراء القضاء باش نزيد ونعطيهم اكثر مصداقية ونعطيهم اكثر شجاعة ونعطيهم اكثر اقدام باش يتاجهوا الاستقلالية القضاء قاعدين تقولوا مثلا حاليا واش راح يديرنا استقلال القضاء يا عمان راح نقولكم انه اذا استقل القضاء واش نعمل هنا بممثلين للحراك يمثلني اللي يدافع القانون انتاعي قانونيا اللي يطبق لي الدستور حتى الدستور اللي يكتبوه هما لذلك في فيديو وراء البارح قلت اتمنى ان القضاء يفعلوا المادة رقم 6 في الدستور اللي تقول الشعب هو مصدر كل السلطات واذا الشعب اعطاه السلطة القضائية اللي هي اعلى سلطة في اي بلاد محترمة باستقلاليتها اللي قادرة تجيب رئيس تصوروا انه النايب العام تعال الولايات المتحدة الامريكية حطوا ترامب جاهز قضية ضده بدا يدير عليه بعض الضغوطات استقال زاد جاب حطوا احد اخر في دماغه انه هو اللي يجابه رح يخدم ليه الان راه يتابع فيه قضائيا بشوفوا برك في اكبر قوة عالمية القضاء هو كل شيء اذا الفكرة انتاعي حاليا وشنية ونتمنى ان كل النشطة الكبار وصغار يدعموا هذه القضية وكين اخوة في الجزائر العاصمة بدأوها عندهم اسبوعين ودعمتهم انا بكل الطرق نقفور القضاء في سلاسل بشارية غدوة رمزيا حتى للجمعة رمزيا رانا نحميه في القضاة وكين نقول القضاة كل ممثلين العدلة وكلاء الجمهورية حتى المحامين المحضرين القضائيين كلهم كلهم نقفورها ونقول لهم طبقونا القانون لما يطبقوا القانون اجمعا بعد جيل افكار الاخرى لما يطبقوا القانون لما يطبقوا ويبدأوا بالقانون المادة السادسة من الدستور الشعب مصدر كل السلطات خلاص ما بقت حتى سلطة تنفع الشعب يقول اني اعطيت الامر للقضاء القضاء وش يعمل لي بطلب من الشعب يفعلي المادة مية وتنين يعمل لي تحريات على الشهادات الطبية المزورة ينزع المادة غير شرعية اللي هي المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية واللي ما تخليش وكيل جمهورية يبدأ في قضية إلا ضد الفساد إلا إذا اشتكى مجلس الإدارة بنفسه يعني استراق لازم يروح يشكي بنفسه باش وكيل الجمهورية يتحرك هذا يجمعك بداية فقط في مرحلة ثانية الناس تقول لازم ندير مجلس دولة ومجلس دستوري ومجلس تأسيسي ومجلس أنا إذا كان عندي قضاء مستقل وش ندير بهدو؟ ماذا أفعل بهم صراحة؟ لماذا ميش مجموعة من القضاء الشرفاء هي اللي تحكم البلد؟ علش ميش مجموعة من القضاء الشرفاء؟ مجموعة من القضاء الشرفاء تعمل لي مجلس دستوري مجلس دستوري مستقل اللي راح ينضم الانتخابات من بعد نفس المجموعة اللي راح تكون محايدة وتمثل كل ولايات الجزائر نفس المجموعة تقود هي المرحلة الانتقالية بسلطة القانون بسلطة القانون نفس المجموعة هي اللي تخرج الضبطيات القضائية ضد المفسدين والفاسدين الذين يهربوا في المال العام حاليا نفس المجموعة هي اللي تدير لي المرحلة الانتقالية وتنظم لي انتخابات شفافة ونازيها بمراقبة القضاءات ووكلاء الجمهورية عبر الولايات بدون تدخل الأحزاب بدون تدخل الوالي نزيد ونعطيهم الصلاحيات للقضاء انه لو يجيك تليفون او تهديد او من اي مكان اخر عندك سلطة الشعب عيط على الشعب عيط على الشعب يحميك عيط على الشعب يحميك اذا يا اخوتي الهاشتاغ اللي نرفعوه هذا الاسبوع هو الشعب مع القضاء لازم انترشقوا هذا الهاشتاغ لازم انوصلوه للترند العالمي ولازم جسديا وجسمانيا ورمزيا لازم يعرفوا نديرو لهم سلاسل بشرية امام الوقفات انتحهم وامام الماسيرات انتحهم ونبينو لهم باننا وراءهم الشعب الجزائري وراء القضاء لان نجمع كل حركة كل حركة رايحين نتحركوها من بعد كشعب رايحة تكون بختم القضاء يعني المجموعة اللي تعين هي اللي تقول لنا هذا الامر غير شرعي هذا الامر غير دستوري هذا الامر يجب ان يفعل هذا الامر يجب ان يعمل ونعودوا ونمشيوا ان شاء الله بطريقة سلمية تحت امرات القضاء انتعنا اللي انتقوا فيه احنا ما كناش نتقوا في المنظومة الفاسدة لنعرفوا انها تمشي بالتليفونات وقوضات الله غالب ما كانوش يقدروا يخرجوا من الجحر اللي كانوا حاطينهم فيه تاع الخوف وتاع الهيبة وتاع انه هذا هو السيستام حقبلت ولا ما قبلتش لذلك يا اختي هذه اللقطة هذه الحركة قادرة تكون مفصلية في الحراك انتعنا مفصلية في الحراك انتعنا واذا تقاس قاضي او قاضية من طرف السلطة الفاسدة سواء عن معاقبة معاقبة او تهديد او غيره من الامور رايحين تلقوا الشعب فيكم رايحين تلقوا فخامة الشعب فيكم اذا اختي نذكركم مرة اخرى بارتاجيو هذا الفيديو مهم جدا بارتاجيوها كومنتيو وديرو النجام في الفيسبوك نفس الشي يا خوتي السينيال راهداء من دير حالة الدباب الالكتروني من دير حالة وان شاء الله يا دباب ان شاء الله يا دباب لما يعود عندنا قضاء مستقل نجيبوكم للقضاء نجيبوكم للقضاء ولو ان القضاء تعالفوق احسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترحلون يعني ترحلون ترحلوا قع والشعب مع القضاء اشتركوا في القضاء